والننظر إلى من حولنا من الدول التي لا تزال تعاني من الكوارث والعقوبات بسبب كفرها وشركها وتمرُّدها عن طاعة الله وتغيير دينه وسنة الله جل وعلا لا تتغيِّر ولا تتبدَّل سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلًا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعلُ بالمجرمين تخبَّطون الآن في كهرٍ وضلالٍ وفي شركٍ وفي فسوقٍ يتخبَّطون في دينهم وفي دنياهم حلَّت بهم الزلازل والكوارث زلازل في الأرض وفياضاناتٌ عغرقت زروعهم والديارهم وشرَّدتهم وبركاناتٍ تثورُ بالنار واللهب تغيِّر الجو وتهلك من حولها وكذلك أموالهم أصيبت في النكبات والكساد والخسار بسبب أنهم تجرَّؤوا على محارم الله تعاملوا بالمعاملات المحرَّمة وتركوا المعاملات المباحة تعاملوا بالرباء والقمار تعاملوا بالغشِّ والخديعة أسلَّط الله عليهم عقوباتٍ متنوِّعة ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي حار الطبُّ على تقدُّمه حار فيها ولم يجد لها علاجًا وأنتم تقرأون وتسمعون ما يحلُّ بمن حولكم ليلاً ونهاراً سلَّط الله عليهم الجبابرة والدول الكافرة تسومهم سوء العذاب تُقطِّع ديارهم وتفرِّق بينهم وتُشتِّت شملهم وهذا مصداق قوله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويُذيق بعضكم باسَ بعض انظر كيف نُصرِّف الآيات لعلَّهم يفقهون وكلَّب به قومُك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأٍ مُستقر وسوف تعلمون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم وذلك بالصواعق وذلك بالطوفان وذلك بالرجم بالحجارة وذلك بالكوارث السماوية أو من تحت أرجلكم بالخسف والزلازل والبركانات وغير ذلك مما ينبعث من الأرض وشيءٌ تُشاهدونه وتسمعون به وقيل يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أي من رؤسائكم وقادتكم وأُمرائكم فيُسلِّطهم الله عليكم ويسومونكم سوء العذاب ومن تحت أرجُلكم من خدمكم وعبيدكم وأسافلكم فيفسقون في الديار وينشرون الشر بينكم وهذا أمرٌ واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله أو يلبسكم شيعا يُفرِّقكم إلى فرق وأحزاب تتناحر وتتقاتل يذهب الأمن بينهم ويُصبح الناس في قلقٍ وفوضى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويتسلَّط بعضهم على بعض تلك الأحزاب والفرق التي كل واحدٍ منها يزعم أنه على الحق كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون وهذا واقعٌ ومُشاهد وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة افترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلُّها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا واقعٌ مشاهد وهذا مستمرٌ في الأمة من مقتل عُثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه وهذا يتكرَّر في أمة الإسلام لكنه يزيد في بعض الأحيان ويحصر في بعض الأحيان ولكنه موجودٌ ولا يُرفعُ إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع السيف بهذه الأمة يعني القتل فلن يُرفع إلى يوم القيامة عقوبةً لهم هل نتذكر يا عباد الله ولنخف ولنتُب إلى الله عز وجل ولنأخذ على أيدي سفهائنا ونُناصِح أولاة أمورنا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر أن يُصيبنا مثل ما أصابهم وما ذلك منا ببعيد إن نحذر ولنتخذ الأسباب الواقية ولا نأمن من مكر الله ولا نأمن من عقوبة الله إذا وجدت أسبابها وهي موجودة وكثيرة ولكن الله جل وعلا يُمهل ولا يُهمل ولا تحسب أن الله غافلًا عما يعمل الظالمون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير لا نغترَّ بحلم الله ولا نغترَّ بالإمهال هناك من يُهوِّن من هذه العقوبات ويقول هذا شيءٌ عادي هذا شيءٌ عادي هذه كوارث طبيعية هذه الحوادث كوارث طبيعية تجري بها العادة وليست نتيجةً لغضب الله وليست عقوبةً من الله وإنما هي أشياء عادية جرت على من كان قبلنا يقولون ظلمتهم الطبيعة قسَت عليهم الطبيعة وهكذا من الألفاظ الكفرية والعياذ بالله مثل ما قالت الأمم الكافرة من قبلهم إن هذا إلا قالوا سواءٌ علينا أو عض أم نمتكم من الواعظين يقولون لنبيهم عليه السلام لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام سواءٌ علينا وعضتام لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذَّبين فماذا كانت عاقبتهم أرسل الله عليهم الريح العقيم فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم يقولون ما نحن وما نحن بمعذَّبين قالوا قد مسَّ آباءنا الضرَّاء والسرَّاء هذا شيء عادي جرى على من قبلنا وليس هو نتيجة للمعاصي هكذا يقولون فيما سبق ويقولونه الآن يقولون لا تعيضوا الناس افتحوا لهم باب الفرح والسرور لا تُكدِّروا على الناس بهذه المواعظ لا تُذكِّروهم بالعقوبات ليس هناك عقوباتٌ إنما هي أمورٌ طبيعية أمورٌ طبيعية ليست نتيجة للمعاصي ولا للمخالفات هذا هو سبيل المجرمين من قبل وهو سبيلهم الآن يهوِّنون من هذه الأمور وينسون الناس ذكر ربهم ينسون الناس الخوف من الله عز وجل يغفِّلونهم عن التوبة والاستغفار ويهوِّنون عليهم هذه الأمور وينادون بذلك في صحفهم ومؤلَّفاتهم في إذاعاتهم وفضائياتهم في وسائل إعلامهم ولا يستحون من الله عز وجل سبيل المجرمين واحد من أول الخليقة إلى آخرها يقولون وما يُهلكنا إلا الدهر هذا من الدهر ومتقلُّبات الأيام فينسِبون هذه الأمور إلى الدهر أو إلى الطبيعة وليس لله ذكرٌ على ألسنتهم ولا في قلوبهم ولا حول ولا قوة إلا بالله فلما نسوا ما ذُكِّرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن الله تعالى يقول إن الله لا يُغَيِّر ما بقومٍ حتى يُغَيِّر ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقومٍ سوءًا فلا مردَّ له وما لهم من دونه موال ويقول سبحانه ذلك بأن الله لم يكن غيراً نعمةً أنعمها على قوم حتى يُغَيِّر ما بأنفسهم والله جل وعلا قال أيضًا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إنه يا عباد الله لا يكفي الدعاء والاستغفار بل لابدَّ من التغيير من الواقع الذي نعيشه فنغيِّره من سيءٍ إلى حسن نغيِّره من سيءٍ إلى حسن حتى يُغَيِّر الله أحوالنا من سيءٍ إلى حسن فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربُّك أحدا